عايز اتكلم معاك عن اكتر الجرائم اللي انبهرت برجال الامن في تتبع خطأ الجريمة والوصول للمجرم فيها يعني النهاردة احنا بنتكلم عن سيريال كيلرز زي ما انت بتقول بتكلم عن مرضى نفسيين بنتكلم عن مجرمين محترفين بنتكلم عن ناس درسة الجريمة بنتكلم عن ناس زي ما اتكلمنا بتسيب علامات وبتعديها ساينز معينة واشارات معينة لتنفيذ جريمتها وعندنا كمان رجال الامن اكيد جدا يعني عندهم من الخطأ السبتة اللي يقدروا يوصلوا للمجرم عن طريقها كلمني عن اكتر او اشهر الجرائم اللي انبهرت بزكاء والخطوات اللي قاموا بيها رجال الامن في الوصول للمجرم او للوصول للمجرم طيب يمكن من اكتر القضايا اللي كانت يعني عجبتني قوي في طريقة الكشف عنها هي قضية واحد اسمه مصباح انا كنت مسميها الغرقان 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 اه ده شخص الناس معدية في قرية من القرى يعني الناس معدين فلقوه غرقان في ترعة عادي مش ولابس ميون وميت طلعوه عادي قال الاهالي تكلموا الامن بسرعة فميد بقاله ساعة ولا ساعتين يعني مش اي حاج خالص لما رجال الامن وصلوا معلوهوش اي خلافات معندوش اي مشاكل محد علاقته بزوجته كويسة جدا فخلاص الناس قالوا ايه بقى انهما بيشوفوا مصباح بقالوا فترة بيتعلم العنف في الترعة وهو ده كان غريب انهما كانش بيعمل كده كتير فإيه لي خليه تصرف كده لما رجال الامن وصلوا طلعوا الجثة غرقان وعلامات الغرق واضحة عليه بس معمل الجناه قبل الطب الشرعي ركز في حاجات في مصرح الجريمة مفيش أثر لرجليه على شاطئ الترعة فده معناه انه ممشيش من هنا أصلا رقم اتنين لقوا أثر لعجلات عربية اللي هي بصمة كويتشة العربية لقوها جديدة على الشاطئ يعني على اللي عارفة حواف الترعة بتبقى زي أرض طينية كده فلقوا أثر عجلات وجديدة فكان فيه تأكيد انه ده ما ماتش غرقان ده مات بس هو غرقان برضو مات بس ترمى هنا وراحت الجثة على الطب الشرعي هم عايزين تأكدوا من معلومة بس طب الشرعي أثبت انه مات غرقان ولكن المية اللي غرق فيها ما لقاش علاقة بمية الترعة هو غرق في مية تانية خالص قالوا لازم نكشفها بقى لازم نفهم قاعد يدوروا ورا الموضوع لحد ما اكتشفوا انه امراته على علاقة بواحد الواحد ده قرر انه يقتله بطريقة زكية جدا قال له انه هو يعرف مكان تحت المية هيستخرجه منه أثار وانه هما اللي اتنين يبقى الموضوع بينهم عشان يكسبوا أكتر فعايزك تتعلم السباحة قدام يعني تتعلم السباحة في كل يوم عشان أعلمك بعد كده على الغطس فقاعد يخلي مصباح ينزل قدام الناس بيعوم عشان لما يموت يبقى طبيعي وكده جاب برميل مية في الجراش عنده وحسب الوقت بالظبط وقال بيعلمه يغطس ويكتن نفسه تحت المية قد ايه لما جربها كذا مرة لحد ما ظبط الوقت الساعة 3 الفجر جابه عشان يعلمه الغطس عشان الناس متعرفش بقى انهما هيجيبه قصار من تحت المية أول ما دخل راسه في البرميل شاله من رجله وعشان كده كان فيه كدمات في الرجل شاله من رجله وغرقه بعد ما غرق على طول شاله وحطه في فنطة العربية وراح على الترع عرمان الطبيعي انها حالة غرق بس جيبت طريقة دي وقبضوا على الرجل وخد اعدام ومراته خدت اعدام لان مرته كانت عارفة وكانت مسهلة الموضوع الفكرة بالنسبالي وهنا برضه التب الشرعي اكيد طبعا كان التب الشرعي والمعمل الجنياية ازاي عرفه وحدده هو مية غرقان فعلا بس لا غرق في المية دي ولا نزل من المكان ده قريت كتير في التب الشرع قريت كتير في التب الشرع رحت المشرحة رحت المشرحة وقابلت دكترة او طبق شرعين كتير وقابلت خبراء معمل جنائي لان كنت محتاج وانا بقرأ اي قضية هقدمها في شكل قصة للناس ابقى فاهم خلفية الموضوع بالشكل العلوم الجنائية